أنا علش تتوجهت بالسؤال للحسام أنه كنت في بين سبور سونزي أيضا من سيفايسل شعبان لكن معنا آخر مرة سفرت السعودية كين نقعد مع زملاء الصحفيين يحكيوا لي على التراجي التونسي ويحكيوا على السفاقسي التونسي على الأفريقي على نجم الساحلي لكن في الأخير كين ندخل معاهم في مواضيع متاع الملاعب ومتاع المنشآت ومتاع الموارد المالية وغيره صدقني كما هو منلقاش حتى حجة ولا حتى دليل ولا حتى حجة باي بش نحكيه ما وتشعر بروحك على هامش التاريخ بالضبط معناه تشعر بروحك داروا لقمانا على حاليها بالضبط يليت على حالها اي اي يقلت على حالها المسالي معناه داروا لقمانا رجعتهم بالتواني والله شوف يا حاتم الواحد ما عادش يحب يحكي والله العلي قدير معناه أحيانا نحضر ونحضر شيسر تعرف بعضها لستوديوهير ونجبد مشكلة المنشآت الرياضية نشعر بحزن كبير ياسر على بلدي ونقول معناه درجة العجز اللي بلغناها درجة معناها كبيرة وصلنا مش إلى قاع القاع يظهر لي القاع ما عندوش درجة ما عندوش أرضية في تونها كل مرة ماشيين نزيد ونغرقوا ومعناه حالة اللامو بلاد حالة كبيرة ياسر ولا ما معنى أنه بلد معناه الآن يقف على ملعب في رادس ممكن في أي لحظة يوقف الكاف ومعناه تصير لنا مشكلة كبيرة ياسر يظهر لي السياسة الرياضية في تونس هي أصبحت سياسة حبوب منومة ناخذ حربوشة معناها متاع حبوب منومة ومتاع وعود ونصبروا بها رويحنا وإذا الحربوشة الساببان نعمل شوية مايكاف ماكياك وكهو يظهر لي معنى حالة صعيبة أنا وس أحكي لك حكية أنت توصلت على بيين وأنا معنى بس سمت التبسيمة راهي عندها معنى أنا أنا شوية هكذا نحكي معنى التبسيمة عندها معنى معنى أنت كتفرج فيه فليم شارلي شابلن تضحك تشيخ بالضحك لكن قلبك يوجع وراها قصة كبيرة وراها قصة كبيرة هذا نفس الشي بالنسبة للمنشآت الرياضية في التونسية عجزنا عن إيجاد ملعب وحيد ما فيش رخصة استثنائية ملعب بيه ما فهميش وقلنا الحل رأى يلزم جهد استثنائي لإنشاء من شكول الجهد؟ جهد من الدولة معنى من الدولة ومنا ومن سلطة الإشراف لإنشاء الديوان الوطني لسيانة المنشآت الرياضية ونزيد نقولها ومش يتغسشوا مني لكن الناس تعرف هل يحكي على الكفاءات وما كفاءات في التونسية سيانة المنشآت الرياضية؟ نقول له أقعد رأي ريض شوي لأنه الناس هربت بيك صحيح عندك الكفاءات لكن الكفاءات هذه مش قاعدة يتعمل لها ريسي كلاش ومش نعطيها في الفرصة بيش تخدم بيش تعمل لابديت امتاحها وبيش تخدم حاجات تطور بيها روحها الموجود خارج الكفاءات اللي بات باتة خارج تشدم البرق وصيانة المنشآت الرياضية رو كان نبدأ نحكيلك على التيران إبريد والمقاييسة اللي متابعة في الملاعب معناها سواء في الفيفا ولا في الكاف شي يفجع معناها أحيانا ترقى مسؤولي يحكيلك على مقاسيانة المنشآت الرياضية وميعرشش معناها ملعب في الكافش يلزموش ما يلزموش قديه الضوي يلزمو والمساحة متاع الإحماء الجانبية والزون ميكسش يلزمها والصلاة اللي لابد يكون موجودة كما اللي يعملوا فيها الوحدات متاع المنشطات وكذب معنى دولاب كبير والقزان والتدفئة القزان والقزان الطبيعي والألياف الاصطناعية باش نعملوا تيران إبريد وديما يقولوا تيران إبريد يتكلف فيها سن ياولي دي قلنا لكم راهوا ما عندكم مش حل راهوا لتيران إبريد هذوم اللي لزوم ما يلزم اليوم في تونس وفي العالم الكل فما أنديا في فرنسا متوسطة المستوى كما تروا مثلا عندها ملعب إبريد وأغلب الملعب إبريد حكيت مرة على بنجلاديش اللي هي من أفقر بلاد آسيا معناه بنجلاديش في دك الملعب الوطني إبريد إيش نوعوا حنا احنا في تونس مش يقولوا أزمة ملية صحيح إخويا وقف البني قلنا لكم وقفوا البني عامين ولا ثلاثة وقفوا البني شوية صلحوا لقديم ونعملوا ثلاثة أربعة ملعب في جهات البلاد يكونوا معناه يسمحونا باش نرجعوا نفسه شوية نفسه كورتنا ونفسه رياضتنا ونفسه رويحنا ونه حتى نوليه ونرجعه ننظمه شوية بطولات حتى الأصناف الشبان والشباب فإنتي ظاهر أنه نتحسنه ونرجعه لمكانتنا جيسي فيصل عامنا تصفيات على شمال إفريقيا متاع الأواسط أنا نحكي لك معناها جبت لي أنت يعني عن أصحابي معناها ناس كورجية من المستوى العالي ونحكيه ونحكيه مهم اللي راي مكري حمدوه في زويتن هي ولا وين تلعبت على تصفيات مغالية كل فرد أستاذ في زويتن نورمال مواهي عم ناولة ولا ونت عم ناولة ولا ما نعرف وين نعرف حسين وين تلعب نعرف في هنا استاد قالولي اخي بالحق تلعبت في تونس هذو ملعب في تونس هذو ملعب بتاع كورة معناها بالحق هذو ملعب بتاع كورة معناها كتشوف حالة الملعب حتى يكيف معنا زوزي كيبيت في البطحة نعم تقول له ملعب غدا يقول لك ما لعبش فيه هذي ومش تنعب فيه فبالك تصفيات ومنتقبات مغرب وتزير ومصر والدنيا الكل نعم معناها راو عليه على كلمسي فايزل كان نظم وش بش تنظم لي قتلك نرجع نتنفسه نرجع بش عتن نظمه شوية شباب يعطينا ساعة نشو نلعب وشامبيونه متاعنا احنا في في ملاعب محترمة نا ومن بعد يعمل الله لم يسموش كل للتنبيه ما احنا تاو ما عمناش قادرين نعملو شامبيونه بالفار فاز الاولانية قال لك خاطر الملاعب ما تسمحش ما ناش قادرين مش نلعب وفار مش نعملو فار في شامبيونه متاع تعرف سما ملاعب طب شو تخلو البلاي يوف المقاييس متاع حراس سما ملاعب لو مش مش تلقى ما تشويت من غير فار اي لانو المقاييس ما يقول لكش هو ما يتلقى علاقتات ويقول لك ناثا ما باركيمة كيما صار عمناول سما ما تشويت علاقتات ويدعا ديهو كيك الخطر الفار ما يخدمش وما يقولوش في الكلم متلاجر دونك را ومعناها وصلنا مش للسوصول يا حاطم انتي طلبتو في رأيي وبيينش يحكيه المحلين زملائه وكده او مش نحكيه لك انا حكيه اه تو سنوات التالي اي وقع بث اه مباراة في الدوري التونسي على قناة اه قاترية قاترية الكيس ايه قناة الكيس ايه المباراة فيك اتوخرت يبكوا ساعة ولا ساعة ونص وقتها نعم صدقني ناريتها سكرت تاليفوني عليه عليها لانو العالم يتفرش فيك لانو زملائك معرش اه عندهم برمجة وعندهم برمجة وكده وانتي في علم التلفزيون للناس اللي تحكي على تنظيم وكده برفوع يحكيوا على الحزين ما يعرفهمش تعرف اه الثانية توخير مش تكلف مليارات عندك مستشهرين المستشهر فما علاقة قانونية الثانية التوخير تقصر فيها ثيقة مستشهر كامل ممكن يدر عليك مليارات صحيح احنا بساعة ونص يا معنى ساعة ونص انهارتها التاليفونيات ضربت 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 في الاخر معنى الواحد يحشم يحشم تعرفش معنى يحشم راه معنى زميلك يقول لك شبيه الماتش شبيه كذا المرة الاولى تقول والله فاما كذا وفاما كذا وتحاول وبعدك بعدك بتلقى دعم تساكر تاليفون الخير والله برشة تعليقات الجينسي فيصل الولاد استيفان يقول انتم تحكيوا معنى ساعات في الكلوب في الليجون ما عندهمش دوش تحكيوا توانتم على على فار وبالحق معنى يقول لك فماش دوش فماش يقول صديقنا منظر يقول خليوا رجال الجامعيات والي الشركة وفي اسهم وخلي رجال اعمال تستثمر تشري الجامعيات والكرة تتحسن في تونس فماش يكون معنى فتحالة يقول معنى يحكي على وضعية اجتماعية عايشها فايل البلاد صارفلت على وضعية رياضية قول لك البلاد فيهاش بن وما فيهاش السكر وما فيهاش معنى حاجات بشتتاك شو راو تايريدك تحكيوا شوف شوف راو يا يقول لك غرب يخلنحكيوا فيها لانه هذي المنطق بلاد مفيهاش فارينا وما فيهاش بنه راو لكونا نعيش وما فيهاش كونه ما فيهاش فارينا وكنا Virginia شدهى في الصف و لكنا نعنيه لكن راو في الحياة لما تكون بلاد راهه اوه وتعيش وضعية صعيبة راهوا لا يعني هذا أنه نوقف دوشو حهاية غضوة من نعملوش فن ومن نعملوش ثقافة ومن نعملوش سينما ومن نعملوش كورة ومن نعملوش ومن نعملوش لابد أنه النظرة منتعنا للبلاد تكون نظرة فيها ديمة أمل وفيها ديمة تواصل لجميع القطاعات من غدوة خطر الوضعية التجارية ولا الاجتماعية متاعنا ولا تجارية ما فماش الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية وقف الدنيا كله ما يجيش العبيد شعبي قولك فما أولويات فما أولويات لاني انت كان دولة هو كله مربوط بالدولة تونس 94 نظمة الكان بعد 10 سنين نظمة الكان 2004 طوى بعد 20 سنين مناجموش نخمو ان النظمو كان جملا وحح مش كان نعملو مباراة كرة خدم من الدولة اللي عندها اللي عندها حروب هاو تنتج في الفنو هاو تلعب في الكرة هاو فلسطين وضعية ما يعلم بها ربي وهاو منطقة فلسطين راو متنجمش ما نهجموش نحكيو بمنطق خاطر ما فماش هاكا ما نعملوش هاكا شكو نقال لك هاكا شنو هو الشعب فما عبيت قول لك فما أولويات صحيح ما عقليش لقي أساسيات الحياة اللي مش نعيش باشي لا ليه الدولة انتي كيكتاب دا عندها الفولانتي شنو تعم مش مش يتلوش حلول بالظروف اللي عندها بالإمكانية اللي عندها تلقى حلول اليوم فالعالم فما شركات ثماني استبليلك وتخص مستات ثماني استبليك